بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حبابي طلاب صف الخامس ألتقي بكم في آخر موضوع من منهاج قواعد اللغة العربية للصف الخامس وهو موضوع العطف وهو آخر موضوع في منهاج هذه السنة قلت أشوف شنو هو العطف ومن شنو يتكون وشون أقدر أعربه إذا جاء بالجملة وما هي مقوناته أجي إلى العطف أقول كل شيء في الحياة يتكون من عدة مكونات وكذلك العطف فنشوف ما هي مكونات العطف فمثلا نأخذ مثال المدرسة من من تتكون المدرسة؟ المدرسة رح تتكون لي من إدارة ومعلمات وطلاب وصفوف وساحة هاي كلها مكونات المدرسة إذا أرد أشوف العطف من شنو يتكون العطف رح يتكون لي من معطوف عليه وأدواته عطف ومعطوف فكل واحد رح نشوف ما هو المعطوف عليه وما هي أدوات العطوف وما هو المعطوف رح نأخذ جملة ورح أحاول أأخذ نفس الجملة على مود يكون الفهم مالتكم أسرع أقول دخل محمد وأحمد إلى الصفي دخل محمد وأحمد إلى الصفي أدوات العطف أيضا عندي رح تتكون من ثلاثة أدوات عندي الواو والفا وثمه ثمه بضم الثاء مو ثمه يعني ثمه بالصفوف المقبلة رح تأخذوها تكون ظرف معناه هناك فهنا نعدكم ثمه تلفظ ثمه بضم الثاء أجعل أول أداة من أدوات العطف أقول دخل محمد وأحمد إلى الصف هنا من دخل الصف؟ محمد وأحمد ذول شبيهم دخلوا سوى في وقت واحد في آن واحد متشاركين في زمن الدخول إلى الصف محمد وأحمد دخلوا إلى الصف في وقت واحد إذن هنا مشاركة اثنينهم كانوا مشتركين بالدخول دخلوا سوى في آن واحد في وقت واحد دخلوا إلى الصف إذن هنا الواو تدل على المشاركة وكذلك تلاحظون علامة الإعراض محمد وأحمد إذن هنا مرفوع أكو ضم وتنوين ضم وأحمد أيضا مرفوع وتنوين ضم إذن مشاركين هنا بالأدوات أو العفو بعلامات الرفع بعلامات الرفع أخذ جملة أخرى أقول يسافر يسافر محمد وأحمد هنا أنا منه اللي يسافر عندي محمد وأحمد إذن شبيهم سافروا سوى في وقت واحد في آن واحد محمد وأحمد سافروا سوى إذن هنانا الواو وشاركة اثنيناتهم سوية سافروا أجي على الأدات الثانية هاي هنا أنا أخذنا الواو أجي على الأدات الثانية هي الفاع أدوات العطف الثانية هي الفاع ماذا أقول؟ أقول دخل دخل محمد س سأحمد إلى الصف أو أقول يسافر محمد ف أحمد هنا هنا عندي الفاع هنا الفاع تجي هنا بالجملة للترتيب منه أول مرة دخل للصف محمد ومنه أحمد إجا بعد دخل إلى الصف دخل محمد فأحمد يعني أول مرة اللي دخل هو محمد ومن بعده دخل أحمد إلى الصف إذن بيناتهم وقت بسيط قليل بين دخول محمد وأحمد إلى الصف أو مثلا أقول يسافر محمد فأحمد مثلا أهنانة محمد نقول سافر ورفض نص ساعة أو فت ساعة سافر أحمد إذن أهنانة للترتيب الفاع أتت في الجملة للترتيب فاع العطف أهنانة أتت للترتيب يعني أول مرة محمد ومن بعده بفترة قليلة من الزمن دخل أو سافر أحمد أجي على الأداة الثالثة وهي ثم أقول نفس الجملة دخل 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 محمد ثم أحمد إلى الصف أو أقول يسافر محمد ثم أحمد هنا ثم أيضا نجتي للترتيب يعني أول مرة اللي دخل محمد لكن أحمد نقول كان متأخر أو عنده شغل أو الخط ما لتتأخر ذاك النهار فأجي شوية متأخر يعني عن محمد فنقول هنا ثم أو مثلا الجملة الثانية نقول يسافر محمد ثم أحمد هنا أيضا تكون للترتيب لكن الفترة الزمنية تكون أطول من الفاء الفاء قلنا فترة قليلة جدا بيناتهم فترة قليلة زمنية قليلة بينهم لكن ثم تكون الفترة الزمنية بينهم تكون أطول مثلا نقول سافر محمد اليوم ثم أحمد جوز أحمد محمد سافر الصبح أحمد سافر بالليل أو جوز ثاني يوم يلا سافر أحمد إذن هنا الفترة الزمنية بينهم تكون طويلة هنا أعرفنا الأدوات كما أرد أشوف ما هو المعطوف عليه وما هو المعطوف أجه إلى الجملة أقول دخل محمد وأحمد من اللي دخل محمد ومن اللي جاء ويا شارك بالدخول أحمد إذن هنا أحمد هو معطوف أحمد هو المعطوف علي من عطفنا أحمد علي من عطفنا أحمد عطفنا على محمد من هو أول مرة محمد اللي دخل وأحمد ويا فإذن أحمد هو المعطوف ومحمد معطوف علي زين في الجملة الأخرى نقول هنا دخل محمد فأحمد إذن وين العطف هنا أحمد قلنا العطف والمعطوف عليه هو محمد إذن العطف يتكون من معطوف عليه وأدوات عطف ومعطوف قلنا الإسم اللي قبل أداة العطف نسميه معطوف عليه هنا منه قبل الواو كان محمد إذن محمد هو معطوف عليه والإسم العطف يكون بعد أدوات يكون بعد أدوات العطف المعطوف يكون بعد أدوات العطف هنا منه بعد الواو بعد أدوات العطف أحمد إذن أحمد هو المعطوف أدوات العطف منه هي الواو بالجملة الثانية عندي هي الفاء وبالجملة الثالثة ثم من هذا أشتدل وماذا رح أقول العطف أقول العطف هما كلمتان بينهما أحد حروف العطف إذن أعيد المعطوف والمعطوف عليه هما كلمتان بينهما أحد حروف العطف للدلالة على اشتراكهما في أمر من الأمور وهما متطابقان في الإعراب يعني شنو متطابقان في الإعراب أحا أجي أباوع الجملة الأولى أقول تزدهر الأمم تزدهر الأمم بالعلم والأخلاق هسا من يقول لي من المعطوف عليه ومن المعطوف طبعا آني شاطرة ورح أجاوب أقول الث اللي قبل أداة العطف هي المعطوف عليه واللي بعد أداة العطف هي المعطوف إذن العلم هي المعطوف عليه والأخلاقي هي المعطوف والواو هي أداة العطف أجي تزدهروا مع لي نقول هسا من عدها في المضارع والأمم مفائل أجعل كلمة بالعلمي يعني أدى أشوف شو متطابقين بالعراب بالعلمي أنا مثل ما متعلمة أعرفها حسب موقعها بالجملة الباء حرف جر العلمي اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وصلت للواو أقول الواو أداة عطف أداة عطف أو حرف عطف الواو حرف عطف الأخلاقي أقول اسم أو أقول معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره إذن هنا المعطوف شابه المعطوف عليه بالعراب يعني هنا المعطوف عليه مجرور إذن الأخلاق جدي مجرورة أجيب النسبة للجملة الثانية جاء أحمد فسعيد جاء فالماضي مبني على الفتح أحمد فا المرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهرة على آخره الفا حرف عطف الفا حرف عطف سعيد اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهرة على آخره إذن كلمة سعيد شابهة كلمة أحمد بالعراب يعني أحمد كانت هنا فاعل مرفوع إذن سعيد أيضا هي معطوف مرفوع نشوف الجملة الثالثة قرأت تلميذ الدرسة ثم القصة قرأة فا الماضي مبني على الفتح والتلميذ فاعل مرفوع علامة رفعه الظم والدرسة مفؤول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره وصلنا إلى ثم ثم أقول حرف عطف ثم حرف عطف القصة اسم معطوف وانصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره هس عيني عرفنا شون هذا اللي يعني نقول متشابهين أو مشتركين بأمور الإعراب إذا كان المعطوف عليه مجرور جاء المعطوف مجرور وإذا كان المعطوف عليه مرفوع هنا فالعطف مرفوع وإذا كان المعطوف عليه منصوب إذن الاسم العطف رح يكون منصوب أعيد أعيد المعطوف والمعطوف عليه المعطوف والمعطوف عليه هما كلمتان بينهما أحد حروف العطف للدلالة على اشتراكهما في أمر من الأمور وهما متطابقان في الإعراب ما هي حروف العطف حروف العطف وهي الواو أولا الواو الواو تكون للمشاركة يعني اثنيناتهم يكونون في وقت واحد يعني هناك جملة للمشاركة للمشاركة المشاركة للمشاركة أقول جاء أحمد فسعيد هنا يعني واحد مع الآخر وواحد تل والآخر بالترتيب لكن الفترة الزمنية اللي تكون بيناتهم تكون قصيرة جدا قصيرة جدا ما تتراوح بضع يعني دقائق أو زمن بسيط جدا إذن الفاء هنا للترتيب الحرف الثالث هو ثم ثم وتكون أيضا للترتيب ولكن مع التراخي في الزمن ماذا أقصد مع التراخي في الزمن أقول قرأة تلميذ والدرس ثم القصته يعني هو أول مرة قرأة الدرس وافتهمه وعرف زين وجوز بالليل صار عنده وقت فراغ بعد أن كمل درس وقرأة درس قرأة درس من الظهر بعد أن رجع من المدرسة ومن ثم إلى الليل أو مثلا ثاني يوم يرهم مثلا جمعة أو عطلة يلا قرأة القصة إذن أيضا بالترتيب أول مرة قرأة الدرس وبعدين القصة لكن بيناتهم فترة زمنية أطول من الفترة الزمنية اللي تكون إذا استخدمنا حرف العطف فحبايبي هذا الموضوع اللي موضوع العطف موضوع جميل جدا وسهل وعرف نبيش ما هي حروف العطف وما هو المعطف عليه وما هو العطف قلنا دائما المعطف عليه يكون قبل أداة أو قبل حرف العطف والعطف يكون بعد حرف العطف إذن هنا أول جملة قلنا المعطف عليه العلم والأخلاق هي العطف الجملة الثانية أحمد هو المعطوف عليه وسعيد هو العطف الجملة الثالثة هو الدرسة هو المعطوف عليه والقصة هي اسم العطف إذن العطف هو والمعطوف عليه هما اسمان وهما كلمتان مشتركتان في ألامات الأعراب بيناتهم وحروف العطف ثلاثة أدكم الواو والفا وثم إلى هنا حبايبي ينتهي موضوع العطف وينتهي منهج القواعد لكتابكم كتاب القواعد مال هايستنة صف الخامس فانتهي الكتاب بإذنه تعالى حتى بالدروس البعد المقبلة إن شاء الله ناخذ إنشاء أو ناخذ المحفوظات والقراءة المهم خلصنا منهج القواعد بحمد الله تعالى وواجبكم عيني تحلون التمارين مال الدرس تحلون تمارين الدرس وترسلوا ليها على القروب حتى أشوف واجباتكم زين عيني وإلى هنا انتهي درسنا وأشكر أصغاكم إدي وأتمنى لكم الصحة والسلامة وأتمنى أن يكون اللقاء بيناتنا في المدرسة لقاء قريب جداً فاستودعكم الله وإلى اللقاء وشكراً شكراً جزيلاً